موسيماني غالباً هيقعد النهاردة مع النادي الاهلي عشان تلك دي التعاقد تعتقد الأمور هتروح ليه في إنت؟ أعتقد أن النادي الاهلي هيجدد له هيجدد له ومعجبنيش تصراحاته الأخير دي يعني أنا مش كلما النادي الاهلي ما بتلويش دراعه إحنا قلنا كلنا وأنا يمكن أنا أشدت بيك يا موسيماني وأنا لعبت ضدك وبقول لا عندك فكر وموقف الولادة على حلها وقلت ممكن السنة دي هو مركز أكتر من السنة اللي فاتت صحيح السنة اللي فاتت كان داخل في كذا بطولة فكان مشوش في الدوري فروح منه السنة دي مركز في الدوري قوي اللعبة فايقة كلها في نقطة ما عجبنيش أنه كل ما ييجي تزيني يقولك الخليج مستنيني ما تروح يا عم الخليج إحنا اللي عملنا اسمك وهنعمل اسم غيرك وعملنا جوزية وهنعمل جوزية تاني وعملنا اللي ماشي ده وهرب السويسري دوت فيلر سأقول لك حالك حاجة في القوة الصديقة فضلك الصحفي اللي أجرى الحوار مع المسلماني نفى وطبعا الصحافة جدينهم بأفراقيا كلها بما فيهم من الموقع اللي نقل عن مسلماني تصرحاته كتبوا العنوان ده إنه هو الخليج مستنيني وإن أنا ممكن أروح إلى الخليج وخلافه بقى كده الصحفي ده طرع قالك إنه لا ده الكلام تم تحريفه مش من عندنا من عندهم هم بس أنا حبيت أقول حالك السوري دي زي حالك أنا بلع كنت غضبان جدا جدا والله أنا يعني أنا مع تقيقة سنة سألت فيها ومش من الزكاء هو الراجل زاكي مش يعني مش سوري مش دماغه يعني مش رايح عشان يقول تصريحات زي ده في الوقت دوت ممكن شوية البهارات دي يعني أنا زمان كنت عامل حديث من جوه زي الفلة كريم يعني في أحد الجرائي دي من جوه حاجة محترم مفهوش غلطة مفهوش غلطة ده ممنتهى الزكاة والهدوء يا عيني من على الصفحة من بره حاجة مصخرة حاجة فضيحة فسألت ليه كده يا ابن الصحفي وكده قال لي مش أنا ده رئيس التحرير عشان يأمل آه فممكن هناك كده برضو يكون البهارات دي ترمت على المقالة بتاعته طيب خلينا بقينا على التصريحات دي اللي الله أعلم بسحيتها بقى هم هم اللي بيجدبوها وما بيجدبوش هم عشان من يفضلش ماشين وراءهم يمين وش مال طمام يعني شوية يقول لك هي كده وبقاين في هم في جنوب أفراد موسي ماني في المؤتمرات الصحفية رأيك فيه في الآخر مجدود قوي متعصب قوي يعني الراجل لما سأله على مكسوني انت ما بتلعبش عمار ليه تاني ماتش لقيته لعب عمار ولعب أحمد عبدالقادر وما لعبش مكسوني انا لفت نظري ان لما الراجل هجمه وتعصب وقال له يعني ايه وده مكسوني وهو العمل الفاول لأ ما بتتقسش كده مش هو العمل الفاول او او انت تتكلم على انتاج التلت ساعة للعبها طبع لأ أحمد عبدالقادر احسب منه عمار احسب منه اه ولا مش وحش بس مش مكسوني يعني ما يفتش النادي الاهلي قوي كان جيه الولد اللي جاب الجنف الريال مدريد اه صندي صندي حاجات زي دي كده يعني يعني لو يعمل لقطة ويمشي اه يعني اه